خلينا أقول لحضراتكم كمان بعض الأخبار تتعلق بالبعثة هناك المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة السلسيلة بتدير اتحاد المصري كورتا قدم زار بعثة الأهلي في المغرب وكمان يعني نصق معهم بخصوص بعض لعاب النادي الأهلي اللي حيكونوا مع المنتخب الأولمبي رباع النادي الأهلي وحيسافروا ازاي من هناك في المغرب لتوكيو بعدما البعثة خلاص وصلت انبرح الصبح هناك لبنتمنهم كل التوفيق وكمان أزر الفريق ودعمه وتمنى لهم كل التوفيق ده المهندس أحمد مجاهد الأهلي يغادر المغرب عقب مباراة كازر تشيفز تخلص مباراة بإذن الله على خير يجلنا كده بالبطولة مباشرة عقب المباراة للمطار بإذن الله مباشرة عشان يرجعوا في طائرة خاصة للقاهرة سالمين حاملين لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العشرة بإذن الله تعالى كمان رباع الأهلي الأولمبي حيغادر المغرب غدا في طريق اليابان يعني البيعسة كلها ترجع إن شاء الله النهاردة في الأربعة اللي حيروحوا مع المنتخب الأولمبي اللي هم صلاح محسن والشدناوي وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق دول حيسافروا بكرة الظهر مباشرة من المغرب لتوكيو وإن شاء الله يوصلوا بالسلامة ويعملوا كمان أداء رأع مع منتخبنا الوطني الأولمبي وفرحونا هم كمان بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة